اشتركوا في القناة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم قد أكرمتنا في بيتك مع هذا الجمع المبارك في هذا المحفل القرآني العظيم فاجمعنا يوم القيامة مع أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم بارك في هذا الجمع يا رب العالمين اللهم نحن ضيوفك وفي بيتك وحق على المزور أن يكرم زائره فأكرمنا اللهم ولا تهن اللهم ارفعنا ولا تضعنا اللهم حفظ أولادنا القرآن وعمر بيوتنا بالقرآن اللهم يا ربنا يجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا اللهم اجعل القرآن لنا في القبر منسى وفي القيامة نورا ومن النار سترا وحجابا اللهم بارك في هذا المسجد وفي مشايخه والقائمين عليه وفي هذا الجمع ومن كان سببا فيه اللهم بارك في هذا الجمع ومن كان سببا فيه اللهم بارك في هذا الجمع ومن كان سببا فيه وبارك في هذه المدينة بارك في أهلها بارك في حفاظها بارك في قرائها بارك في نسائها وأطفالها ورجالها ومسؤوليها اللهم اجعلهم خداما لدينك وخداما لكتابك اللهم إنهم أحسنوا الظن بنا ونحن فقراء إليك فاجمعنا بهم في جنة الخلد يا رب العالمين اللهم أمين أمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم وقبل التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وماذا يفعل فقير مسكين مثلي بعد هذه الكواكب والبلابل التي تلاها من قبلي بسم الله الرحمن الرحيم الشيخيك ونعيكيهم كوبوا فموجنا كوانبا مبنز كنوناءنا وموانبا كنوناء لقواناء لكننا جيشوش على سما يييم نيونج أتفنانيني بعد رموند ومباك في متنغولية شكرا الحمد الناصر شكرا الحمد لله داودي وبخاصة هذا القارئ الأخير فماذا سأقول بعده أتفنانيني أسمنيني تانا أسمنيني أنا فوجيت بمستويات وأصوات لم أكن أتوقعها أميكوا سبريز أكتنه ميا كمبا أتكود كتا في وانغو كما هذي أنا مسكين فقير فقط ربما يعني في بعض تلوات الصلاة أما غير ذلك فلتنتظروا مني تلوات ميجايدة على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الجنة مع أهل القرآن ووالله إنه الأعظم الشرفي أن نجلس في هذا المكان ونستمع إلى كتاب الله أنا فوجيت بكامل يوسف البهتيمي يتلو وإذا براغب مصطفى غلوش ومصطفى إسماعيل وبلابل تنشد أين أنا؟ أأنا في مصر أم في تنزانيا؟ قلت سبحان الله فلكم إن شاء الله مستقبل مشرق مع القرآن بإذن الله بهذه المواهب الجميلة أنا سيما أكيوميكا اللي أنا غفلا أنا أسكليز وصماجي وكوبوة شخ كامل يوسف البهتيمي شخ مصطفى إسماعيل شخ راغب غلوش وصماجي وكوبوة سانا ومصري أنا جيولي زي في كوهل ميمي نكو مصري نكو تنزانيا نكو مصري أنا سيما كشويتو لكوبوة أنا اختبري فيها كوبوة سانا وقرآنهي يبدو لأول وهلة أنكم كما نقول نحن في مصر سميعة سميعة يعني تحسنون الاستماع أنا سيما كما نقول نحن في مصري وانزيلي سيكوني يا كوانزاتو إنه نشاكوا مبا نيني مهداري وكو سكيا نسكيا نكو كوبو فهذا التفاعل مع التلاوة إن دل على شيء فإنما يدل على صعوبة من يجلس ليتلو أمامكم أنا سيما سيما كنتم شانجليا كونو كمبيجا كريري كنا نعزا كمتشا يولانا يقول لكو صورنا على كل حال سأبدأ بتلاوة مرتلة ثم يعني استراحة مع بعض الابتهالات والأناشيد ثم نختم بتلاوة مجودة وهذه لن تكون مثل تلاوتهم يعني ساسا تونين تقولوني فلوغو هيا كاسيما كنومسكيا تمزي محبو كوانبا هاسيما كوانبوثيو لكننا كنقضي سيبقى لكننا كنقضي مكوبو وأخشى أن يقذفني أحدكم بعود من القصر إن شاء الله